أتكلم عن طاقة نور طبعاً وحضرتك تكلمت عن العظيم الراحل الأستاذ نور الشريف نور الشريف برضو ده من عطايا ربنا المصر يعني نور الشريف أنا أحد تسميته في الموضوع المثقف المثال لأنه هو ما كانش مجرد فنان هو كان مثقف من نوع فريد يعني كان قارئ نهم جداً عنده اطلاع بكل أضايا وطنه يعني يمكن ده بان للأسف وده شيء محزن يعني في مكتبة نور الشريف وأوراقه اللي كتير منها تبعثر يعني بعد وفاته للأسف الشديد يعني وفيه جزء الأسرة طبعاً تبرعت به لمكتبة إسكندرية وفيه جزء للأسف ويع في إيد تجار التاريخ يعني وبدأ يتبعف على صفحات الفيسبوك والحاجات دي بس ده كان دلالة واضحة على قراءة نور نفسها وكان راجل مثقف جداً ما كانش بيعتبر نفسه اللي هو مجرد ممثل لا هو كان لي دور برضو قومي جداً وحتى أنا تعملت مع يعني علاقته بالصحافة بينشد وجزم لأنه نور برضو كان لي موقف مع الصحافة أيام فيلم ناجل علي كان فيه مشكلة مع كده لكن نور تعمل بمنتهى العقل بما يليقي يعني بمثقف كبير وما خدش موقف من الصحافة فنان مثقف كده الفنان كبير فنان كبير ربنا يرحمه ربنا يرحمه كان إضافة طبعاً إضافة برضو القوى مصر النعمة واكتشافه لنجوم كتير ومسندته لمواهب كتير ومخرجين ونجوم وفنانين وكتاب هي أن الفنان نور الشريف فنان عظيم صحيح طبعاً هي أهمية الناس دي أنها كانت وعية بدورها أيوة يعني هيو مش يعني مش فنان مشهور بس أو مش ناجم بس لا هو صحيح وعية لدورها حقيقي صحيح إنه الناجم ده عليه مسؤولية كبيرة جداً 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 هو الجيل ده جيل عادي الإمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وقال لا الناس دي كانت مدركة جداً لأهمية دورها في المجتمع صحيح وكان بتعامل على الأساس ده طول الوقت